تستضيف مصر الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على السعيد أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بما لها من تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974 مشيرة إلى أن محفظة التعاون مع البنك بلغت أكثر من 16 مليار دولار